كان قارون من بني إسرائيل قوم سيدنا موسى الذي شاءت الأقدار أن يعيشوا في مصر تحت حكم فرعون مسخرين في خدمته يستذلهم ويستبد بهم وكان من ضمن أهداف رسالة سيدنا موسى أن يخلص بني إسرائيل من ذل السخرة لفرعون وقد كانت أموال قارون من ذهب وفضة وجواهر وغير ذلك توضع في خزائن حديدية في غرف قصره ومفاتيحها كانت في سلاسل يعجز عن حملها ونقلها مجموعة من الرجال الأشداء الأقوياء إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من القنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين كما كان قارون متميزا عن بني إسرائيل المقيمين في مصر إذ لم يكن مستعبدا مثلهم ولكنه التزم خط فرعون ونهجه وطغى وبغى وفضل الحياة الدنيا وسخر العباد لخدمته وكان على سيدنا موسى أن يواجه قارون ليرده إلى صوابه ويهديه إلى الحق وإلى صراط مستقيم فأرسل إليه مع طائفة من عقلاء بني إسرائيل ومؤمنيهم يقولون له لا تتكبر ولا تتجبر ولكنه استهزأ بكلامهم فوعظه موسى بنفسه وقال له يا قارون لقد آتاك الله تعالى مالا لا حصر له وما ذاك إلا ليختبرك أتشكر أم تكفر فما أوتيته لابد أن توازن في مصرفه بين الآخرة والحياة الدنيا بين الباقية والفانية فأكثره لا بد أن يوجه للبر والخير وينفق في سبيل الله وأقله تستعين به على نصيبك من الدنيا لباسا وطعاما وشرابا دون تبذير ذلك أن الأول هو الباقي الذي تؤتى ثماره في الآخرة رضا ورحمة وأما الثاني فهو الزائل الفاني الذي ينقص في الدنيا عليك أن تحسن إلى خلق الله كما أحسن الله إليك بالعافية والرزق الوفير وابتغي فيما آتاك الله الدار والآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين لقد كان في من مضى من هو أشد منك قوة وأكثر جمعا للمال فأخذهم الله بدنوبهم وطوتهم الأرض ينتظرون يوم الحساب فانتبه واحضر غضب الله وعقابه إلا أن قارون لم يهتم بحديث سيدنا موسى بل أخذته العزة بالإثم وقال لقد كونت ثروتي بكفاءتي وعلمي وليس لأحد فضل علي فأنا جدير بهذا المال وأستحقه دون خلق الله أجمعين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون وفي يوم مشهود امتلأ بالناس خرج قارون من قصره في زينة كبيرة تحيط به حاشيته من الخدم يحملون حملا من المفاتيح في سلاسل من الحديد يكادون يقعون أرضا لثقلها فهتف بعض الناس ممن ضعفت قلوبهم وعقولهم قائلين ليت لنا مثل قارون صاحب الحظ العظيم فرد عليهم الذين أوتوا العلم والإيمان أيها المخادعون اتقوا الله فثوابه هو السعادة الأبدية انفضت الجموع ومع حلول الظلام اهتزت الأرض وكان قارون في قاعة قصره السفلية فانشقت الأرض من تحت قصره ووصلت ألسنة لها بتأكل كل شيء وأحيط بقارون من كل جانب وتساقطت الأعمدة والحجارة الضخمة حتى ردمته تحت الأنقاط وانتهى أمر قارون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الناس مع شروق الشمس يسرعون حول المكان الذي كان يقوم فيه قصر قارون فقال الذين كانوا يحسدون قارون على ماله وسلطانه وزينته وحظه حقاً وصدقاً إن الله تعالى يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويوسع عليهم وكذلك يقبض الرزق أو يضيقه على من يشاء فالحمد لله أمن علينا وحفظنا من الرجم والعذاب الأليم لقد تبنى إليك في سبحانك لك الحمد في الأولى والآخرة السلطان العظيم محمود بن سبكتكين هو فاتح الهند والذي اشتهر بالزهد والتقوى والعدل وحب الجهاد وقد دارت بينه وبين الهندوس العديد من المعارك انتصر فيها انتصاراً باهرة ولكن أشهر هذه المعارك هي معركة السومونات فقد غزى بن سبكتكين بعض القرى الهندية وحطم بعض الأصنام الصغيرة لكي يبين للهندوس أن الأصنام لا تنفعهم ولا تدافع عنهم فقال بعض كبار الهندوس أن الأصنام حطمت لأن الصنم الأكبر سومونات غاضب عليها وعندما سامع بن سبكتكين بقصة الصنم الأكبر قرر أن يحطمه ليكذب هذه الخرافات فأعد جيشه وانطلق إلى الهندوس كما ينطلق السهم وانقض عليهم كما ينقض الأسد على فريسته واستبسل الهندوس دفاعاً عن صنمهم المزعوم ولكن ابن سبكتكين هزمهم شر هزيمة وعندما وصل للصنم سومونات أتى إليه كبراء الهندوس يرجون منه أن لا يحطم الصنم ويحطم معه دينهم وتعهدوا بدفع الأموال والكنوز الطائلة لقاء ذلك فأشار إليه بعض المقربين منه بقابول هذه الكنوز فهي كثيرة جداً فانتفض ابن سبكتكين قائلاً أتريدون أن أنادى يوم القيامة؟ أين ابن سبكتكين؟ الذي ترك الصنم يعبد من دون الله؟ لا والله لن يحدث هذا أبداً وأخذ سيفه مسرعاً ليحطم إلههم المزعوم ويهدم هذا الدين الباطل معه ثم حدثت المفاجأة العظيمة فبعد أن تحطم هذا الصنم الضخم وجدوه مملوءاً بالجواهر والذهب والكنوز وهي أضعاف أضعاف ما عرضه عليه الهندوس للحفاظ على صنمهم ثم دخل آلاف الهندوس في دين الله أفواجاً بعدما وجدوا إلههم المزعوم لم يستطع أن يدافع عن نفسه وتأكد المسلمون أن من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه فقد هدم السلطان الصلم ورفض الأموال ورفض أن يظل الناس على الكفر فعوضه الله بكنوز أضعاف ما عرضت عليه وأصبح في ميزان حسناته آلاف الناس الذين أسلموا بعد تحطيم هذه الأصنام الباطلة ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قليلاً إن ما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر